خليفة معتها في الأخير راهوا عندهم تصورهم وعندهم رأيتهم السياسية وتصورهم للاقتصاد تصورهم كذا أنا مثلا شخصيا مع الدولة الاجتماعية أنا مع دولة صحيح مش تدخل في كل المجالات أما مع دولة اجتماعية وخاصة في الظرفية هذه وأمام التحولات الكبرى اللي مر بها العالم رانا في حاجة في تونس خاصة في الوضع الاقتصادي إلى دولة اجتماعية تكون قريبة مش تدخل في الاخناخشة كل متاع الاقتصاد أما ثم مساء أنا نعتبرها خطوط حمراء في الجانب الآن كانت تخوض في معركة من أجل توسيع دائرة الاستفادة الاقتصادية لأنها كانت تعتبر اللي كل شي محتكر من طرف مجموعة معينة أنا مشكلتي مش مشكلة توسيع دائرة الواحد أنا تغيير المنظومة كاملة في حد ذاتها لأنه نعتبر المنظومة اللي خلقت وترسانيتها القانونية هي خلقة الحيف اللي خلقت أقلية من التونسات واللي فيدهم الثروات الكل وأغلبية تقريبا مسحوقة أنا حتى هو يحكيلي على المؤسسات الصغرى والمتوسطة تهي أكثر من ناس الضرر وهي المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومناش نضرت نضرت من الاحتكارات الكبيرة هدية ومن الكرتلات هدية أكثر ناس ضروا رجال العمال الصغار رغم هذو من ناس اللي خنقوا سوق راهو راه وقت اللي يجي مسؤول أوروبا ويحكي يقول راهو الاقتصاد التونسي تقريبا مغلق ومحتكر لمجموعة من العائلات مش أنا قلته ومهوش منصوروش كاناش يوعد لمعنتها المسؤول هدية أما يعرف اللي الاقتصاد التونسي تقريبا محتكر مسكر موجود عند عائلتين وأكثر ناس الضروا هو كرجال العمال الصغار اللي يحب مضى به يجي الحسن طاعة في السوق لذلك المقاربراي سياسي بمبتياز أنا ديما نقول حاجة ثم حالة نزيف هو شنو اللي صار عمليا اقبل الدولة شنوها تعمل جي مثلا المواد الأساسية ناخدوا مثلا السكر تزيد فيه شي عملوا هم المصنعين انتي زدتني من هنا أنا توان ثقلوا على المواطن الدولة المرة هدية اخذت قرار مكتمل اللي هي في نفس الوقت زادت في الدعم هدية وسكرت عليهم مجال اللي يخلصوا المواطن سكرت عليهم مجال من خلال تجميد الأسعار لأنه قبل بسيطة راه يزيدوا في أي مادة ومع الدولة يولوا هم نتجلوها على المواطن جي للياغورت ولا لحليب ولا كذا ما كزدت عليها أنا أداءات هاي أخي أنا توان خلصها من جلد المواطن الدولة تو قامت في نفس الوقت بالزيادة وتجميد الأسعار لأنه زادت خلي نحكو راه ورأي مشكلة وقت نحكو على هامش الربح اللي ساعات يوصل 30% ويوصل 50% في المواد هدية راه ونحكو عليها هدية المواد الاستهريكية الحرة هدية راه وغير موجود في أي دولة في العالم راه أنا على قل استماعت عشرات المرات للممثل بتاع منظمة الدباع عن المساهل عنده على قل من 2018 ولا 2017 وهو يدعو إلى تحديد هامش سقف الأقصى لهامش الربح هدية يسموها هما أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين اللي تم تحديدها بخمسة إلى عشرة بالمية هذا يرى ومطلب في فترة من فترات لمدة خمس سنوات مع الحكومات الكل الناس يطالبوا بتحديد هامش راه ومش معقول راه صحيح من حقك اللي انت تربح ومن حقك كل شيء معروض والسوق هو سيد نفسه لكن ثم هامش زاد موش الجشع بالطريقة هدية إلى مادة معاتها تزيد فيها إلى نسبة 30% و40% إلى درجة المواطن معاشي نجم ياخذها وخاصة المواد شبه ضرورية احنا راه كنحكو على الحليب والمشتقات كنحكو على البسكويت كنحكو على المصبرات الغذائية هذي راه مش كماليات ينجم المواطن ما ياخذها هذي راه يستهلك فيها كما يستهلك العادة الاستهلاكية اليومية ضرورية بنسبة للمواطنة المواطن يوميا لذلك تحديد صقف من 5 إلى 10% أنا نصوره معقول جدا وخيرا ما فعلت وزارة تجارة بالفعل أنا مع مهدي في حاجة وهو قال أنا نتفق معه يزم تكون الدولة على درجة من القوة اللي تنفذ القرارات متاحة وقت انتاخذ قرار مثلا بتجميد بتجميد الأسعار هدايا الطبق كما حارت العظام باربعتاشر مياه يقول لكم المواطن بش يمشي العطار ولا حبش يلقصو ماذيك وإلى ل يتجاوز يتحمل المسؤوليت وعلى المواطن زاد علي اللي يكون على درجة من الوعي زادة اللي يحاول بش يعاون زادة مواطن انتي كتتواطق زادة مع هدايا انتي محدد لك مثلا باربعتاشر مياه وانتي تاخذها معنتها بستاشر مياه وتاخذها بثمانتاشر مياه زادة تحمل جزء من المسؤوليت كراو زادة تناجم تبلغ ثم عنوين تبلغ اللي هدايا كانوا زادة خليه تحمل المسؤوليت وخليه يرجع يتطبق القانون ما عندناش حل آخر في انتظار اللي احنا نقومه بعملية كما قال الرئيس ثورة تشريعية من أجل تصحيح القوانين هذي كل اللي خلقت هل خلينا نقوله هل الاقتصاد المغلق هذي المشوج في تونس